نفذ المئات من موظفي جامعة عدن الإداريين والمتعاقدين وقفة احتجاجية في ساحة كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج للمطالبة بالإفراج عن حقوقهم المالية وتثبيت المتعاقدين في الجامعة التي تتوزع كلياتها على خمس محافظات ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب الحكومة بمساواة جامعة عدن بما كانت الحكومة تعتمده لجامعة صنعاء على الرغم من الانتشار الأوسع لجامعة عدن في المحافظات وكذا المطالبة بالدرجات الوظيفية والتسويات المالية وتثبيت المتعاقدين الذين تقوم على كاهلهم مهمة تدريس آلاف الطلاب على مدار عقد كامل ونددت الوقفة بالبسط الممنهج على حرم وأراضي جامعة عدن ومن بينها أراضي كلية ناصر للعلوم الزراعية المخصصة للأبحاث العلمية والمنشآت الأكاديمية يوم كأيامنا السابقة نعيد ونقدد فعالياتنا للمطالبة بحقوق موظفين ومتعاقدين نطالب الأيش الوزراء وزير الخدمة وزير المالية أولا بتثبيت جميع متعاقدين قامعة عدن وعطينا فارق الحافظ الشهري لموظفي قامعة عدن وكذلك تصحيح المعايير المزدوقة التي كانت تطبق سابقا في نظام الحكم السابق في الموازنات التشغيلية والتي أثرت علينا كمؤسسة اشتركوا في القناة